بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي وإخواني في الله أينما كنتم في فيديو جديد مهم إن شاء الله مشكلة صياح الأطفال وبكاؤهم المستمر وهذا ما يسبب حيرة وقلق للوالدين وإزعاج وخاصة إذا كان الأبوين يشتغلان يعني فيؤثر على نمط شغلهم ويؤثر على صحتهم إذ يبقون طوال الليل وهم يعانون من بكاء الولد الصغير وصياحة وهذا يعني أمر يعتبر شاء عندنا ولكن مقلق لكثير من الناس إن شاء الله اليوم أتيتكم بوصفتين مجربتين بإذن الله إذا طبقتهم بإذن الله وتضعهم لابنك أو بنتك الصغير الرضيع إن شاء الله ينام نوما هنيئا نوم العروس ولا يقلقك بعد اليوم الوصفة الأولى إخواني الكرام تأتي على قطعة قماش بيضاء طاهرة نظيفة هذه القطعة القماش تكتب عليها صورة إبراهيم كاملة لا يهم بماذا تكتبها المهم تكتب صورة إبراهيم عليها تحاول أن تطيبها بمسك أسود تجعلها في كيس بلاستيكي وتعلقها للرضيع أو تضعها تحت وسادته في النوم تضعها تحت رأسه وقت النوم بإذن الله يصمت ولا يعني تسمع له بكاء أبدا الوصفة الثانية وهي أسهل الرضيع إذا بدأ بالبكاء تمسكه تقول بسم الله بسم الله بسم الله تقرأ فاتحة الكتاب ثلاث مرات ثم تمسح على ابنك هو من المستحسن أن تقرأ وتنفث لكن تقرأ هكذا على كف يدك مثلا أو تتحمله باليسرى تقرأ وتمسح على يدك ثم تقول الآية رقم 11 من صورة الكهف فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا تكررها سبع مرات حتى يصمت الرضيع وينا وبإذن الله لن يصيح لك بعدها أبدا إن شاء الله ولن تسمع له بكاء بالعكس سيريحك راحة كبيرة قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ألا بذكر الله تطمئن القلوب وذكر الله يطمئن القلوب دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته وبركاته